كذلك فإنه من المفاهيم الهامة عند قياس نتيجة النشاط للوحدة خلال فترة زمنية معينة أن نتعرف على قيود الإقفال Closing Interest هي القيود اللازمة لإقفال حسابات الإيرادات والمصروفات في نهاية الفترة المالية أو المحاسبية وذلك بغرض إعداد قائمة الدخل أو بغرض قياس نتيجة النشاط حسابات الإيرادات والمصروفات تسمى أيضا بالحسابات الإسمية أو الوهمية أو المعقتة وهذا تأكيد على حقيقة أن حسابات الإيرادات والمصروفات يتم فتحها خلال الفترة بغرض قياس الإيرادات والمصروفات خلال الفترة وفي نهاية الفترة يتم إقفال هذه الحسابات في حساب يفتح لذلك خصيصا بغرض تحديد أيهما أكبر هل كانت الإيرادات أم المصروفات فيتم تجميعهم في مكان واحد أو في حساب واحد ويتم ذلك من خلال إقفال هذه الحسابات بحيث نستطيع أن نعرف كل الإيرادات وكل المصروفات ونقارن بينهم وتكون النتيجة هي الربح أو الخسار إذن حسابات الإيرادات والمصروفات تسمى بالحسابات الموقعة لأنها تفتح خلال العام ويتم إقفالها في نهاية العام الحساب الذي يفتح لذلك خصيصا يسمى في بعض الأحيان بحساب ملخص الدخل income summary account أو قد يسمى بحساب الأرباح والخسائر profit and loss account وفي بعض الأحيان يسمى هذا الحساب بحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وإن كان الحساب الأشهر هو ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر والذي يختصر إلى هذا الشكل بناء على ذلك يتم تجميع كل حسابات الإيرادات وتقفل في حساب ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر وكذلك كل حسابات المصروفات وتقفل في حساب ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر وإن كنا سوف نستخدم حساب الأرباح والخسائر في هذا المقرر لتوضلس كحساب تقفل فيه الإرادات والمصرفات في نهاية الفترة الزمني يبقى السؤال كيف يتم إقفال حسابات الإرادات والمصرفات هناك قاعدة بسيطة تقول أننا نقوم بعكس طبيعة الحساب فإذا كان الحساب ذو طبيعة مدينة فيصبح دائن لكي يتم إقفاله وإذا كان ذو طبيعة دائنة يصبح مدينة لكي يتم إقفاله ويكون الطرف الآخر للقيد هو حساب الأرباح والخسائر بمعنى أكثر تفصيلاً المصرفات ذات طبيعة مدينة وبالتالي فإنها لكي تقفل تجعل دائنة ويكون الطرف الآخر للقيد هو حساب الأرباح والخسائر فإذا كان هذا هو دفتر اليومية لإقفال حساب مصروف معين يأتي دائناً ويكون الطرف المدين هو حساب الأرباح والخسائر إذن من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب المصروف المصروف كان في الطرف الدائن بذلك يكون قد تم إقفال المصروف في حساب الأرباح والخسائر ثم نكتب التاريخ وهو عادة تاريخ نهاية الفترة على الجانب الآخر نجد أن الإرادات ذات طبيعة دائنة وبالتالي فإنها لكي تقفل فإنها تجعل مدينة يتم عكس طبيعة الحساب ويكون الطرف الآخر للقيد هو حساب الأرباح والخسائر إذن من حساب الإراد إذن الإراد كان جاء في الطرف المدينة وبالتالي كده يكون أقفل الطرف الآخر الدائن هو حساب الأرباح والخسائر بذلك نقول إقفال الإراد والتاريخ لهو نهاية الفترة المحاسبية كده نكون تعرفنا على كيفية إقفال حسابات الإرادات والمصروفات العملية ببساطة أن المصروفات مدينة ولكي تقفل تجعل دائنة والعكس بالنسبة للإرادات والطرف الآخر للقيد في كل الأحوال هو حساب الأرباح والخسائر أيضا من المفاهيم الهامة جدا عند قياس نتيجة النشاط ما يسمى بقيود التسويات وتظهر الحاجة إلى هذه القيود عند استخدام أساس الاستحقاق عند إجراء المقارنة أو المقابلة بين الإرادات والمصروفات فأساس الاستحقاق يركز على ما يخص السنة فقط ولا يهمه المبلغ المحصل أو المبلغ المسدد لكن في الواقع سوف يكون هناك دائما اختلاف بين المبلغ الذي يخص السنة والمبلغ الفعلي سواء المحصل فعلا أو المدفوع فعلا لذلك نحن نريد في أساس الاستحقاق أن نصل إلى المبلغ الذي يخص السنة لذلك هناك ضرورة لوجود قيود تهدف إلى تعديل المبلغ الفعلي المحصل أو المسدد إلى أن يصبح هو نفسه المبلغ الذي يخص السنة فهذا القيد يسمى قيد تسوية أو قيد تعديل لقيم الإرادات والمصروفات الفعلية لكي تتساوى مع المبالغ السنوية وهذه المبالغ السنوية هي التي يتم إجراء قيود الإقفال عليها أو هي التي تقفل في حساب ملخص الدخل بغرض تحديد نتيجة النشاط إذن طبقا لأساس الاستحقاق نحن نريد أن نصل إلى المبلغ السنوي لأنه هو الذي يقفل في حساب الأرباح والخسائر لتحديد النتيجة وحيث أن المبالغ الفعلية قد تختلف في مرضم الأحيان عن المبلغ الذي يخص السنة لذلك تكون هناك حاجة لوجود قيود تقوم بتعديل أو تسوية المبالغ الفعلية لكي تصبح هي نفسها المبالغ التي تخص السنة تسمى هذه القيود بقيود التسويات adjusting interest يمكن بيان فكرة قيود التسويات وما الذي تفعله في المبالغ الفعلية من خلال الرسم البياني المبسط التالي إذا كان المبلغ الذي يخص السنة سواء كان إراد أو مصروف هو 1200 فإننا قد نجد أن المبلغ الفعلي قد يكون هو نفسه 1200 وهو احتمال نادر ولكن الاحتمالات الأكثر حدوثا أن يكون المبلغ الفعلي أكبر أو أقل من هذا المبلغ الذي يخص السنة فالاحتمال الأول هو وجود تساوي بين المبلغ الفعلي والمبلغ الذي يخص السنة أي أن المبلغ الفعلي أيضا 1200 إذن نأخذ هذا المبلغ الفعلي لأنه هو نفسه الذي يخص السنة ويقفل في حساب الأرباح والخسائر مباشرة ولا يتم إجراء أي قيود تسوية إذن لا توجد مشكلة في هذه الحالة لكن هذه الحالة هي حالة نادرة الحدوث الحالة أن المبلغ الفعلي أكبر أو أقل هي الحالات شائعة الحدوث نجد أن الاحتمال الثاني أن يكون المبلغ الفعلي أكبر من المبلغ الذي يخص السنة فمثلا قد نجد أن المبلغ الفعلي كان 1500 إذن هذا المبلغ أكبر من المبلغ الذي يخص السنة ونحن نريد أن نصل إلى المبلغ الذي يخص السنة لأنه هو الذي يقفل في حساب الأرباح والخسائر فماذا نفعل؟ نجد أنه يوجد 300 تسمى مقدم لأنها لا تخص الفترة وإنما تخص فترة قادمة فتسمى بالمبلغ المقدم ماذا نفعل؟ نطرح أو نخصم هذا المبلغ المقدم يتم خصمه من المبلغ الفعلي حتى نصل إلى المبلغ الذي يخص السنة فإذا قمنا بطرح 300 من 1500 سنجد أننا نكون قد وصلنا إلى 1200 وهي المبلغ الذي يخص السنة إذن في حالة أن المبلغ الفعلي يكون أكبر مما يخص السنة فإننا نقوم بطرح أو بخصم المبلغ المقدم من هذا المبلغ الفعلي حتى نصل إلى المبلغ الذي يخص السنة كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال إجراء قيد في دفتر اليومية يسمى هذا القيد بقيد تسوية الاحتمال الثالث والأخير هو أن يكون المبلغ الفعلي أقل من المبلغ الذي يخص السنة فمثلا إذا كان المبلغ الفعلي 1000 لكن الذي يخص السنة 1200 إذن هناك نقص في هذا المبلغ عن المبلغ الذي يخص السنة يسمى بمبلغ مستحق إذن يوجد مبلغ مستحق حتى يتم استكمال المبلغ الذي يخص السنة إذن لكي نجعل 1000 هي نفسها المبلغ الذي يخص السنة نجمع عليها مبلغ المتين إذن يتم إضافة المبلغ المستحق إلى المبلغ الفعلي حتى يصل إلى المبلغ الذي يخص السنة فنجمع المتين على الألف نجد أنه يساوي أيضا 1200 اللي هو المبلغ السنوي وهو الذي يقفل بعد ذلك في حساب الأرباح والخسائر طب كيف يتم ذلك لابد من إجراء قيد محاسبي في دفتر اليومية يهدف إلى زيادة المبلغ الفعلي حتى يصل إلى المبلغ الذي يخص السنة إذن لدينا نعين من قيود التسوية قيود تسوية تهدف إلى تخفيض المبلغ الفعلي إذا كان أكبر من المبلغ السنوي أو زيادة المبلغ الفعلي إذا كان أقل من المبلغ السنوي وبناء على ذلك فإن العمل المحاسبي في نهاية الفترة الزمانية الذي يهدف إلى قياس نتيجة النشاط وكذلك تحديد المركز المالي يتم من خلال مجموعة من الخطوات يجب أن نتعرف عليها في الخطوة الأولى نقوم بترصيد الحسابات في دفتر الأستاذ نحن الآن في نهاية الفترة المالية ونريد تحديد النتيجة والمركز المالي فلابد من ترصيد الحسابات في دفتر الأستاذ ثم أخذ هذه الأرصدة وإعداد الكشف الذي تظهر به الأرصدة والذي يسمى بميزان المراجعة إذن في الخطوة الثانية نقوم بإعداد ميزان المراجعة إذا نظرنا إلى هذا الميزان سوف نجد فيه أن مبالغ الإرادات والمصرفات قد لا تساوي المبالغ التي تخص السنة بناء على ذلك نقوم بإجراء قيود التسويات وهي اللازمة لجعل مبالغ الإرادات والمصرفات تساوي المبالغ التي تخص السنة ونتيجة لهذه القيود تظهر بعض الحسابات الجديدة كما أنه قد تم تعديل قيم الإرادات والمصرفات بحيث أصبحت هي نفسها المبالغ التي تخص السنة لذلك وجب إعداد ميزان مراجعة جديد يسمى ميزان المراجعة بعد التسويات بحيث يتضمن أي حسابات جديدة يتضمن المبالغ السنوية أو التي تخص السنة للإرادات والمصرفات وكذلك أي حسابات جديدة نشأت نتيجة إجراء قيود التسويات إذن ميزان المراجعة بعد التسويات يتضمن الحسابات الجديدة والمبالغ السنوية للإرادات والمصرفات ومن خلال هذا الميزان نستطيع أن نقوم بإعداد القوائم المالية وهي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في قائمة الدخل سوف نستطيع من خلالها أن نحدد نتيجة النشاط وكذلك قائمة المركز المالي أو الميزانية من خلالها نستطيع تحديد المركز المالي ترجمة نانسي قنقر